الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فأحييكم أخوة الأعزاء وأرحب بكم في تذكر الأيام الخالية أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته على أجل نتدارس شيئا من تلك السيرة العطرة التي تعود علينا بالنفع في دنيانا وأخرانا لنقتدي بها فنكون بذلك ممن استجلب محبة الله سبحانه وتعالى كما قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله نتدارس في هذا اليوم شيئا من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المدينة المشرفة من تلك الوقائع ما رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال بينما أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم يوما في خرب المدينة وهو يتوقع على عسيب معه فمر صلى الله عليه وسلم بنفار من اليهود فقالوا سألوه عن الروح قال بعضهم ما رابكم منه يعني ما الذي جعلكم تشككون فيه وأنتم تعلمون أنه رسول الله وقال بعضهم لا تسألوه فيجيئ بشيء تكرهونه فقال بعضهم لنسألنه فقام رجل منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبا القاسم حدثنا ما الروح فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم فسكت عنه فلم يرد عليه شيئا وقام متوكئا على العسيب ساعة ينظر يقول ابن مسعود وأنا خلفه فقلت لعله يوحى إليه فتأخرت عنه فقمت مقامي فلما نزل الوحي وانجلى عنه قال صلى الله عليه وسلم ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا فقال بعضهم لبعضهم الآخر قد قلنا لكم لا تسألوه فانظر إلى هذه الحادثة العجيبة التي فيها أن هؤلاء كانوا يريدون أن يجيب النبي صلى الله عليه وسلم بشيء عن الروح مع أن أمر الروح قد أخفاه الله عز وجل عن الناس من الوقاع التي وقعت في المدينة أن رجلا أعرابيا من أهل نجد كان ثائر الرأس يقول طلحة بن عبيد الله يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول لاختلافه إلا هجات بينهم قال حتى دنى فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة خمس صلوات في اليوم والليلة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل علي غيرها فقال صلى الله عليه وسلم لا يعني لا يجب عليك غيرها إلا أن تطوع فيه أن الواجب من الصلوات الخمس الصلوات فقط فقال يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصيام ولم يذكر الزكاة ولعله كان من غير أهلي الأموال فقال هل علي فقال يا رسول الله ماذا فرض الله علي من الصيام فقال شهر رمضان قال هل علي غيره قال لا إلا أن تطوع يعني لا يجب عليك صيام غيره إلا إذا أردت أن تتطوع فلك الحق في التطوع قال فأخبرني ماذا فرض الله علي من الزكاة فأخبره قال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع فأخبره بشرائع الإسلام فقال ذلك العرابي والذي أكرمك بالحق لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا والله لا أزيد على هذا ولا أنقص فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق ففي هذا أن المتعين على الإنسان هو القيام بالفرائض والواجبات والبعد عن المحرمات والمنكرات وهذا يجب على العبد أن يكون من أهله ولا يجوز له أن يخالف الأمر في شيء من ذلك أما التطوعات فهذه التطوعات ليست بأمر واجب بحيث يأثم الإنسان به ولذلك من تركه فلا حرج عليه ولا يكون ذلك من أسباب عقوبة الله عليه لكن هذه النوافل لها ثمرات من هذه الثمرات أنها تستجلب محبة رب العزة والجلال فقد قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي إن أحب ما عمله العباد ما افترطته عليهم ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها ولئن سألني لا أعطينه ولئن استعاذني لا أعيدنه الحديث ولكن هذه النوافل أيضا تكون من أسباب جبر النقص الحاصل في الفرائض التي يؤديها الإنسان من الوقاع التي وقعت في زمن النبوة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في مجلس وحوله مجموعة من أصحابه قال عبادة بن الصامت فدعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعالوا بايعوني قال صلى الله عليه وسلم هو رأس الدولة في ذلك الوقت والبيعة تكون لصاحب الإمامة لصاحب الدولة وليست البيعة لجماعاتنا وغيرها قال تعالوا بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تنتهبوا ولا تعصوا في معروف جوامع متى كانت أحوال الناس عليها صلحت أحوالهم نهاهم عن أولا الشرك بصرف شيء من العبادة لغير الله ثم نهاهم عن السرقات بأخذ أموال الآخرين خفية ثم نهاهم عن الزنا وفعل الفواحش ثم نهاهم عن قتل النفس التي حرم الله يسفك الدم الحرام شنيع ونهاهم أيضا عن أن يأتوا ببهتان أي حديث كاذب يفترونه بين أيديهم وأرجلهم ونهاهم عن قتل أولادهم ونهاهم عن النهبة وهي الأخذ أمام الناس بسرعة ونهاهم عن العصيان عصيان صاحب الولاية في معروف قال فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة يعني نسمع لصاحب الولاية نسمع للإمام نطيعه تقربا لله عز وجل مهما كان أمرنا ولذا قال بايعنا على السمع والطاعة في من شطنا وما كرهنا حتى في الأمور التي نكرهها ولا نرغب فيها وعسرنا أي صعوبة الأمر علينا ويسرنا وأثرة علينا ولو ترتب على ذلك نقصان شيء من الحقوق وأن لا ننازع الأمر أهله أمر الولاية وأمر الولايات لها أهل قال إلا أن تروا كفرا بواحا كفرا وبواحا عندكم من الله فيه برهان قال وبايعناه على أن نقول بالحق حيث ما كنا ولا نخاف في الله لما تلائم قال فمن وفى منكم فأجره على الله وله الجنة ومن نقص كان عليه من النقصان بقدر ذلك لعلنا نستكمل ذلك بعد الفاصل حياكم الله وأهلا وسهلا وأرحب بكم بعد الفاصل كنا ذكرنا مبايعة عبادة بن الصامت ومن معه للنبي صلى الله عليه وسلم وكان مما يبايع فيه على السمع والطاعة في منشطهم ومكرههم وفي عسرهم ويسرهم وأثرة عليهم وما ذاك إلا لأن السمع والطاعة لصاحب الولاية سمع وطاعة لله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أطاع الأمير فقد أطاعني ومن أطاعني فقد أطاع الله ومن عصى الأمير فقد عصاني ومن عصاني فقد عصى الله وقد تتابعت النصوص في الأمر بالسمع والطاعة لأصحاب الولاية إذ بذلك تنتظم أحوال الناس ويكف بعضهم عن بعضهم الآخر ويكون الناس في ولاية آمنين مستقرين وبالتالي يؤدي بهم ذلك إلى أن يعملوا وأن ينتجوا وأن يتمكنوا من عبودية الله عز وجل وأن يتعلموا العلوم النافعة قال فمن وفى بذلك فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا يعني فخالف ما بايع فعقب في الدنيا فهو كفارة له وطهور ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله عليه فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه قال فبايعناه على ذلك فهذه وقائع من وقائع أحوال الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومن الوقائع ما ذكره سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رهطة فأعطى كل واحد من أولئك الرهطة قال سعد وأنا كنت جالسا معه صلى الله عليه وسلم فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعطي رجلا وكان ذلك الرجل أعجبهم إلي وكنت أظن أنه هو أفضل المجموعة فكيف يعطى البقية وهو لا يعطى فقمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فساررته أنظر النصيحة السرية لصاحب الولاية فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلمان قال فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم من حال ذلك الرجل فعدت لمقالتي فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلمان فسكت وعدتها مرة ثالثة فقمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلمان فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فعادها مرة أخرى فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده بين عنقه وكتفه فقال اقبل أي سعد يا سعد إني لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية من أن يكبه الله على وجهه في النار لأنه كان صلى الله عليه وسلم يعطيهم يتألفهم ومن رأى أن من حاله ومن طريقته أنه يكفيه ما معه من الإيمان اكتفى بذلك من الوقائع التي حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في زمن النبوة ما ذكره عبد الرحمن بن عوف يقول عبد الرحمن لما قدمنا المدينة آخ النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبين الصحابي سعد بن الربيع فكان هناك قصة عظيمة في الإيثار وقعت بين هلين الصحابيين الجليلين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع لعلي إن شاء الله أن أذكرها بعد الفاصل بإذنه جل وعلا حياكم الله بعد الفاصل وكنت قد وعدتكم بذكر قصة عبد الرحمن بن عوف مع سعد بن الربيع يقول عبد الرحمن بن عوف لما قدمنا المدينة آخ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع وكان ذلك في أول الإسلام يتوارثون به وأما أخوة الإسلام فهي باقية كما قال جل وعلا إنما المؤمنون إخوة وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم عباد الله كونوا إخوانا عباد الله قال سعد بن الربيع يا عبد الرحمن بن عوف لما تآخوا يا عبد الرحمن إني أكثر الأنصار مالا ولذلك سأقسم لك نصف مالي فأعطيك نصفه وأخذ نصفه ولي امرأتان فانظر إلى أي زوجتي رغبت فيها وهويتها فإنني سأتنازل لك عنها هكذا كانوا قبل فرض الحجاب يرى بعضهم بعضا قال حينئذ إذا رأيت زوجتي فأعجبهما إليك سمها لي وأطلقها فإذا انقضت عدتها وحلت فإنك تتزوجها يا عبد الرحمن بن عوف فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بارك الله لك في أهلك ومالك لا حاجة لي في ذلك هل هناك سوق تكون فيه تجارة؟ فقال نعم سوق قين قاع قال أين هذا السوق؟ دلوني على السوق قال فدله على سوق بني قين قاع قال فغدى عبد الرحمن إلى ذلك السوق فأصبح يبيع ويشتري فجاء في آخر يومه بأقط وسمن ثم تابع الغدو وانظر تجد أن التجارة ومزاولتها ليست مما يتنافى مع دين الإسلام وليست من حقيقة الزهد المأمور به شرعا فإن الزهد أن تترك ما يضرك في الآخرة وإذا كان اكتساب الدنيا لا يضرك في الآخرة بل ينفعك فيما تؤديه من نفقة وصدقة وعمل صالح فحينئذ من الزهد أن تتاجر ولذا قال تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون فلم يعب عليهم أنهم أحبوا تلك الأموال عبد الرحمن بن عوف بدأ يتاجر ويعاود ذلك السوق مرة بعد أخرى فما لبث إلا أن اتجر وأصبح عنده مال وتزوج فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا به عليه أثر صفرة أثر طيب يتطيب به فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهيم يعني ماذا لديك فقال عبد الرحمن تزوجت قال تزوجتها قال نعم قال من قال فلانة امرأة من الأنصار قال كم سقت لها كم أعطيتها من المهر فقال عبد الرحمن بن عوف زنة نوات من ذهب فكأن النبي صلى الله عليه وسلم استكثر ذلك ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشات أولم ولو بشات فهذا من قصصهم في ذلك الوقع وفي تلك الأيام من القصص التي وردت للصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره سامة بن زيد قال ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار وعلى ذلك الحمار قطيفة مصنوعة في فدك منطقة شمال المدينة وكان معه أسامة بن زيد قد أردفه على الحمار وذهب يعود سعد بن عبادة كان سعد بن عبادة مريضة وهكذا من شأن النبي صلى الله عليه وسلم من يعود المرضى وفي ذلك أجر عظيم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة حتى يعود يعني في ثمارها يكتب له من الأجر الذي ينال به ثمار الجنة حتى يعود وكان ذلك قبل وقعة بدر قال فسار النبي صلى الله عليه وسلم ومعه سامة بن زيد حتى مروا بمجلس فيه أخلاط من الناس فيه ناس من المسلمين وناس من المشركين عبادة الأوثان وناس من اليهود وكان معهم عبد الله بن أبي بن سلول قبل أن يسلم وكان عبد الله بن أبي له مكانته ومنزلته وكانوا على وشك أن يولوه الولاية للعلى المدينة قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم وكان في المجلس أيضا عبد الله بن رواحة فعجج النبي صلى الله عليه وسلم ثارت الدابة عجاجا فأمسك عبد الله بن أبي بردائه فخمر به أنفه فقال لا تغبروا علينا ثم قال يا أيها المرء ابق في مكانك من أرادك جاء إليك فقال عبد الله بن رواحة بل يا رسول الله لتغشنا في مجالسنا ولتأتنا في مواطننا وحينئذ كان منهم ما كان في ذلك المجلس بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير وجعلنا الله وإياكم من الهدات المهتدين هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا اشتركوا في القناة